بينما يحتفل العالم باليوم العالمي لمهارات الشباب الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الخامس عشر من يوليو من كل عام لتشجيع مهارات الشباب والحفظ على الاستفادة من قدراتهم وتوظيفهم وتمكينهم من الحصول على العمل اللائق تواصل ميليشيا الحوث الإرهابية دفع شباب اليمن والأطفال والنشأ إلى محارق الموت بعد غسل أدمغتهم وتشويه أفكارهم منذ بدء حربها العبثة في العام الفين واربعة عشر وفي هذا اليوم الذي يتيح فرصة للحوار بين الشباب ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني والشركات ومنظمات أصحاب العمل والعمال وصانعية السياسات وشركات التنبيا ما تزال ميليشيا الحوثي ترتكب الانتهاكات والتجاوزات بحق الشباب في اليمن عبر تجنيدهم وتشجيع تسربهم من المدارس واستبتال الأقلام بالسلاح والمدارس بالمتارس واستخدامهم كدروع بشرية في القتال في جبهاتها المفتوحة فيما البعض منهم يقومون بأدوار أخرى تشمل حراسة نقاط التفتيش العسكرية وزرع أو إزالة الألغام الأرضية التي ملأت بها لميليشيا المناطق الأهلة بالسكان والمزارع والطرقات بطريقة عشوائية ويأتي الاحتفاء باليوم العالمي لمهارات الشباب في الوقت الذي جعلت منه ميليشيا الحوثي موسما جديدا تسخره للأطفال والنشأ لتجنيدهم وتعزيز جبهاتها في مختلف المناطق وتجعل منهم مقودا لحربها العبثية إما عن طريق المراكز الصيفية التي تفتتحها نهاية كل عام دراسية أو عبر جرهم من المدارس وغسل أدمغتهم بالعنف والكراهية ترغيبا وترهيبا حتى أصبح الكثير منهم يمارسون الجرائم بحق أهاليهم وبات الولد يقتل أباه وأمه بعد أن حولتهم الميليشيا إلى قنابل موقوتة ووحوش بشرية وبدلا من انخراض فئة الشباب في مهارات وتحويلهم إلى كفاءات من خلال تنمية قدراتهم ومواهبهم عبر الدورات التدريبية والتنشيدية وأشراكهم بفاعلية في عملية البناء والتنمية في البلاد تعتمد الميليشيا الدفع بهم إلى الموت وجرهم إلى المحارق في حين يتجه آخرون إلى ممارسة أعمال شاقة لإعالة أسرهم التي فقدت المعيلة خلال فترة الحرب التي لا زالت تلقي بظلالها عليهم وتذهب بمستقبلهم نحو المشهول ترجمة نانسي قنقر